إلهي رجعت بذل افتقار بخوفي بضعفي بدمع كسار رجعت أبو إليك بسيري وأنت العليم بكل السرار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دعانا إلى أحسن الآداب وهي سلوك طريق سيدنا محمد سيد الأحباب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعه وحزبه إلى يوم الوقوف والمآب أما بعد أيها الإخوة المشاهدون وقد بدأنا وإياكم في سيرنا في بداية الهداية ونبدأ الآن في انطلاقنا في معرفة برنامجنا اليومي لطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى بحسن العمل والتطبيق والاقتداء لما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه سلم وما دعانا إليه صلوات الله وسلامه عليه في آداب نحتاج إليها في برمجة أوقات في اليوم والليلة لنعرف ما تقدم الكلام عليه في المحافظة على الأوقات وحفظ الأنفاس والساعات فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى في معنى هذه الهداية التي نطلبها من الله تعالى فنبدأ في التذاكر في ترتيب برنامجنا لحفظ أوقاتنا في طلب هذه الهداية التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى بحسن العمل بما دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه سلم وذلك في تعرفنا وتذاكرنا وإياكم في الآداب التي تذكر وتندب عند الاستيقاظ من النوم وهي بداية الانطلاق في ترتيب برنامج اليوم والليلة فنبدأ بذلك فإذا أراد أحدنا واستيقظ من نومه فلينبغي أن يحافظ على استيقاظه قبل الفجر وذلك أدب عظيم من آداب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه سلم في المحافظة على هذا الوقت والمحافظة ولو بشيء بسيط ولو بربع ساعة كما قال بعض العلماء للمحافظة على هذا الوقت حتى لا يطلع الفجر ويظهر نوره إلا وقد استيقظ أحدنا فقد أوصى بذلك نبينا ودعاء صلى الله عليه وآله وصحبه سلم أمته جميعا إلى المحافظة على ذلك في أحاديث كثيرة وكان هذا دأبه وعمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم بعد أن خاطبه الحق سبحانه وتعالى بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان على هذا النحو في قيامه في مختلف أوقاته وتقسيمه ذلك فيما جاءه ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن من طلع عليه الفجر ولم يقم من نومه فإن ذاك يبول الشيطان في أذنه ومن بال الشيطان في أذنه تغير حاله بعد ذلك قسى قلبه وقل دمعه ومن طلع عليه الفجر وهو مستيقظ كان ذلك قوة له في نفسيته وفي باطنه للمعونة من الله سبحانه وتعالى على بقية أعماله فتكون له معنى ينطلق به في الهداية من الله سبحانه وتعالى في يومه وهكذا بعد ذلك في كل يوم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم شرف المؤمن قيامه بالليل وقيامه بالليل في وقت السحر وثلث الأخير من الليل خاصة والمحافظة على أن يبقى بعد ذلك أتى لا يطلع عليه الفجر إلا وهو مستيقظ لله لله تعالى قال بعض الصالحين موصيا بعض أولاده وتلمذته يا بني لا يكون اديك أحسن منك فإنه يستيقظ مبكرا وفي الاستيقاظ مبكر في هذا النحو على هذا النحو فائدة كبيرة في البركة في الأوقات والبركة للمحافظة على أخص الأوقات وأحسنها في القربة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أول أدب من الآداب في الاستيقاظ لصلاة الفجر من قبل الفجر وهكذا يكون بعد ذلك من أول آدابنا الاستيقاظ أذكار وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبغي أن نحافظ عليها والمعنى العام في ذلك ألا تنطلق ألسنتنا بأول ما يكون إلا بذكر الله تعالى نتذاكر ذلك وإياكم بعضا مما ورد بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام نجدد اللقاء في هذه الحلقة في أداب الاستيقاظ من النوم في طلبنا للهداية ومع بدايتنا في هذه الهداية التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى الاستيقاظ قبل الفجر وأول ما يجري على ألسنتنا ذكر الله تعالى وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذكار متعددة كثيرة في سننه وأحاديثه وأخباره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليأخذ كل واحد مننا ما تيسر له ويبدأ بذكر الله تعالى كمثل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وكمثل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير بل وكان يقرأ بعد ذلك في قيامه بالليل إذا قام آخرة سورة البقرة آخرة سورة آل عمران والمقرأ من عندئهن في خلق السماوات والأرض وكل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى ويدعو الله تعالى في وجهته إلى ربه أن يبعثه في هذا اليوم إلى كل خير بعد أن يكون الواحد منا عند نومه قاصداً وناوياً العزم الأكيد يعلم ذلك الحق منه في قلبه وباطنه ونيته أنه يتقرب إلى الله تعالى بعد نومه في هذه الليلة إلى أن يستيقظ أن يبعثه الله إلى كل خير ويعزم على إيقاع وإيصال الخير لجميع المسلمين فينطلق بدعائه وجهته إلى الله تعالى أن يبعثه في هذا اليوم إلى كل خير وذلك هو قصد ونية حقيقية وأساسية في قلب المؤمن التي يتوجه بها إلى الله تعالى في نية صالحة يرجو من الله أن يوفقه لها وقد قال العارفون أن من فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له سبعين باباً من أبواب التوفيق يوفقه الحق سبحانه وتعالى ويفتح له باباً بعد باب وباباً بعد باب يدخل به في بحر التوفيق من الله سبحانه وتعالى والنية الجامعة بعد ذلك في هذه الأذكار والدعوات والوجهة إلى الله بالعزم على إيصال النفع للمسلمين مهما قدر هذا الإنسان في يومه كله في أحواله الدينية خاصة وفي أحواله الدنيوية كل ينطلق بعد ذلك في أول يومه إلى عمله في شان دينه أو في تعليمه أو في تعلمه أو حتى ما ينطلق به عامة الأمة أيضاً في منطلقاتهم في شؤون دينهم أو دنياهم ووظائفهم التي بها يقصدون أيضاً في كل فن منها ونوع منها نفع أهل الإسلام بمختلف تلك الشؤون والأنواع والأعمال وبهذا يتوجه إلى ذكر الله تعالى في أول ما يفتح عينيه بعد أن رد الله عليه روحه كما هو أيضاً من دعوات نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يحمد الله تعالى الحمد لله الذي رد علي روحي فيحمد الله تعالى على ما رد عليه في روحه وبقاء حياته فينطلق في اليوم على هذا القصد وعلى هذه النية والوجهة إلى الله تعالى فبهذا هذه هي أسس وأهم آداب الاستيقاظ من النوم في الاستيقاظ مبكراً والذكر لله تعالى والعزم على الخير والنفع لأهل لا إله إلا الله أجمعين والتوفيق بعد ذلك بيد الله وهو عزيز عند الله تعالى ما ذكر في القرآن إلا في موضع واحد في قوله تعالى وما توفيقه إلا بالله ولكن لعزته العظيمة الكبيرة عنده جل جلاله كم يفتحه لكثير من عباد الله تعالى مهما كانوا صادقين في نيتهم التي ينظر الله سبحانه وتعالى بها عند انطلاقهم في هذا اليوم كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل الناس يغدو وكل الناس يخرجون بعد ذلك في أول نهارهم فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمن كان صادقاً في وجهته كان بائعها أي يشتريها من الله سبحانه وتعالى في حفظ نفسه وفي ما تعمله هذه النفس وما تقدم هذا الإنسان من خدمة للأمة أو في مجتمعه أو موبقها والعياذ بالله من لم يعرف أدباً الاستيقاظ ولم يذكر الله تعالى ولم يعزم على الخير للمسلمين كان ذلك شراً وإباغاً وإبعاداً وحرماناً لنفسه والعياذ بالله عن هذه الخيرات والآداب التي جاءتنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلننطلق ولنبدأ في طلب هذه الهداية في وجهتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بالعمل في أول انطلاقاتنا في أول يومنا على هذا النحو مما جاءنا في هذه الآداب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا وأزمتي نواصينا إلى كل خير ويوفقنا للخير ويعيننا عليه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمته إنه أرحم الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضافي بدمع كساري رجعت أبو إليك بسيري وأنت العليم بكل السراري أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فراري أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يقيل عثاري ومن لي سواك ليغفير ذنبي ويا قبال يا رب مني عتذاري ترجمة نانسي قنقر